السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رفض رجل الدين الشيخ جعفر الإبراهيمي الاعتذار عن سلسة الشتام التي أطلقها من على منبره ضد الفنان المصري محمد رمضان والتي اجتملت على مفردة أسود وقال الشيخ الإبراهيمي في فيديو مشتزة من خطبة جديدة ما زلنا على هذا الموقف لا خوف ولا وجل وسنبقى ننتقد كل الظواهر المنحرفة التي تحاول تغيير ثغافة الشعب العراقي وتابع يقولون أن الشيخ جعفر الإبراهيمي قال عنه أسود وكأن كل الرذائل في الحفلة كانت مرضية لله وكلمة الأسود هي الوحيدة التي أغضبت الله وأضاف لا تردد ولا تراجع ولا وجل ولا خوف ولا اعتذار وخاطب المؤمنين نحن أرقى من أن نتعامل بالمنطق الجاهلي ونتنابز بالألقاب وكنا نقصد بالأسود سوء الفعال وقبح العمل أما سواد اللون فثقافتنا كعراقيين لا تمايز عنصريا ولدينا دينيا من ذو الألوان السوداء من نقدسهم مثل ميثم التمار وجون مولى أبي ذر الغفاري ناصر الحسين عليه السلام الذي نتشرب بتراب أقدامه لكن اللعب الألفاض يحاول تأليب المعسكر الآخر اشترك في قناتنا ليصل إليكم كل ما هو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر